كابت فاروح حتى هذه البطولة بروفة جيدة قبل كأس العالم ومتحدين كثيرا للمنتخبات الافريقية التي ستشارك في التصفيات النهائية لكأس العالم واختير عناصر جديدة في كثير من المنتخبات 16 المشاركة في البطولة فرصة لكل طبعا المدربين أو كل اللعيبة كمان تثبت وجودها وانت هتخرج يعني هتقول اللي خرجنا بين البطولة عربية هتلاقي هتلاقي مدربين خرجت بين بشكل كويس عندهم الثقافة بيشتغلوا مع اللعيبة كويس بيشتغلوا مع المنافس كويس لو اتكلمت على اللعيبة هتلاقي كم من اللعيبة بيعرض نفسه بشكل كويس جدا ويعرفونا بكرة بتاعة بلدهم بشكل محترم يعني احنا ما كناش بتنتابع كرة الوردنية ما كناش بتتابع كرة السورية ما كناش بتتابع كرة فلسطينية منتخبات كتير قوي دلوقتي موجودة في الساحة عمان عمان ماسا واحدة كترة بأسيا بعرب أفريقي قادم طبعا وانت النهاردة بتشوف مدارس جديدة وقعد يعني من خلال كده يمكن الزخم اللي بتاع الجماهير والمباراة وأهمية المباراة والتشجيع والعلاقة بين الجماهير وبعض الجماهير مفيش بقى لمنتخب في لانه كلنا عرب كلنا بتشتغل من خلال منظومة واحدة أفكار واحدة لغة واحدة فانت بتحس ان البطولة واخدها منهك كويس جدا شكل كويس جدا وده يمكن أكتر حاجة تقرب العرب لبعض وتخلي الناس قريبة معه سواء في أفريقيا سواء في أسيا الكرة جمعت العرب في كل يعني من كل من كل من كل من كل أماكن الجماهير اللي موجودة زمالك كتنطال الجماهير اللي موجودة في الملعب ما تحسش ده بشجع مين وده بشجع مين رغم ان احنا طبعا الجماهير المصرية يعني زحفة بطريقة غير طبيعية يعني ان شاء الله ربنا وفقنا وانحقق اليوم كل حاجة كويس عايزة